تنهى لأعلم وستفيد عشي حياة العلماء وطرق صنوات ودم على تواضع لا تفتخر بالنسغي كفاك أن تخرج من دنيا الوراء بالحسبي بالعلم بل في الأدب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسغي كفاك أن تخرج من دنيا الوراء بالحسبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالطير يشتو بالنشيد ترن من يهدي إليكم أجمل الأنوام الورد في عبق الطبيعة روضة بعثت جداولها رصون سلام الحمد لله رب العالمين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيرى المعاحدون بفضل الله تعالى ما زلنا نتكلم ومسلسلة أسباب انحراف الأولاد ومعنى سبب رئيسي في انحراف الأولاد وهو الطرف المغالات في التناعم وهنشرح إن شاء الله إيه هو الطرف يعني فالطرف عنص الأساسي في فساد الفرد والمجتمع يبقى عنوان الحلقة إن شاء الله بفضل الله تعالى الطرف وأثره على الفرد والمجتمع ومعنى الطرف هو المغالات في التناعم الشدة إذا وضعت في وضعها الصحيح ركز معي الشدة إذا وضعت في وضعها الصحيح بالأدب والحوار والحكمة والحنكة والخبرة عند التعامل مع الأشخاص داخل الأسرة أو خارج الأسرة هي التي تصنع الرجال بفضل الله تعالى كما قلنا إن الشدة شدة المواقف مهمة جدا في حياة أو في بناء الأسر سواء داخل الأسرة أو خارج الأسر وسبب رئيسي في صناعة الرجال وضعف الجلد والخشونة ووضعوا اللين في غير موضعه الصحيح بذريعة الخوف على الأبناء أو على الأولاد فبلا شك إن الأولاد أو إن الأجال في المجتمع جيل ضعيف لا يتحمل المسؤولية ولا يقدر عليها بمعنى الشدة لها وقت واللين له وقت وكلهما بالحوار وكلهما بالعلم وكلهما بالأدب وكلهما بالخير ووضع في مكانهم الصحيح عادة الفائدة جمع على أطفالنا وأولادنا وشبابنا والفائز منا هو بأولاده فيفوز معنا ويفوز أمين إن شاء الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لذلك يجب علينا أن نربي أولادنا على الفضيلة لا على الرزيلة نربي أولادنا على تحمل المسؤولية وعلى المشقة وذلك من خلال التوجيهات الجدة والمثمرة في التعامل مع فتنة الحياة الدنيا وزينتها يعني إزاي أتعامل جماعة مع فتنة الدنيا حتى أنجو بأهلي وولدي وخد بالك فإن لم ينتبه المجتمع أو لم ينتبه صاحب الأسرة أو ولي أمر الأسرة إلى هذا السبب فبلا شك كما قلنا الدمار والهلاك لكل ما يخطر على بالك من البشر فإذا أهمل المربي هذا السبب الرئيسي مشكلة تحدث في الأسرة ووكل الولد لمية ماء لنفسه وطبعا الإنسان لو الواحد ساب نفسه مع نفسه ضمعت الأم شوف النبي في الحديث يقول لي إيه؟ صلاة الحبيب دعوات المكروب عد معايا دا قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللي احنا نكلم فيها وأصلح لي شأني كله ورحمتك أرجو لا إله إلا أنت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جماعة وضح لو الإنسان أحمل التربية ووكل الشاب أو الطفل أو الولد إلى نفسه وبعد ذلك انتهى الأمر بيه الواحد يوجد مع نفسه كده يفكر بدون راعي بدون مسؤول بدون كبير بدون معلم تلاقي الولد العمال عنده شطط يعمل أي قول أي فعل يبيع يشتري صح غلط حرام حلال ما تفرقش معها فالنبي قلت صلى الله ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والإنسان لو 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 أحسب نفسه مع نفسه ضوعت قلت لك من تبع الله فقد ملك ومن تبع هواه فقد هلك مش كده قال إيه صلى الله حبيب فميزان الاستقرار في الأسرة الكريمة إيه ميزان الاستقرار في الأسرة الكريمة جماعة قال الاعتدال في المعيشة لفؤ أوي ولا تحت أوي فيجب علينا أن نبتعد عن الطرف وكما قلنا أن الطرف المغالاة أو مبالغة في التناعم سواء الطعام أو الشراب المأكل المشرب المسكن الملبس كل هذه الأمور لابد أن يكون فيها الوسط الاعتدال في المعيشة والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر فجعل ميزانه الاعتدال في قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبقى الإباءة كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وإذا الحديث عن عبرو شعيب عن جدها عن أبيه والحديث صحيب الخير وصحيب مسلم كل واشرب زي من تعاوز والبس وتصدق بس بشرط إيه يا جماعة عدم الطرف المغالاة في التناعم وقالوا أن الترف المغالاة في التناعم أو طلب الزيادة والزيادة والإكثار من التناعم في حياة الدنيا أي طلب الزيادة في ملاذ الدنيا مثال أنت سبحان الله ربنا أكرمك بمال تيجي سبحان الله الطعام بتأكل وفيد منك ويترمي في الزبالة طرف تتكلم بين الناس وتقولوا عندي من الملابس كثير بدل الأميس عشرات وبدل البنطال عشرات وبدل الأحزية عشرات وبدل أنواع الطعام عشرات وعشرات وعشرات كل ده طرف يؤدي إلى ضياع الشباب وخلي بالك جماعة أن الشباب ده ثروة ثروة حقيقية في الغرب تلهم بيعتنوا بيا جماعة بيعتنوا بيه بالشباب ياخدوا بالهم منهم عينيهم على الشب ثروة على الطفل فإذا أخطأت المرأة في الغرب في ولدها عزروها يعني عتبوها يعني لموها باللغة بتاعتنا ليه بتعمل كده؟ ده مش ملكك ده ملك الدولة ثروة فقالوا أنت وعاء أنت أمانة عندك تحافظ عليه وبرضي بالأب أمانة عندك تحافظ عليه فعشان الاعتدال يا جماعة يبقى موجود ومضبوط النبي يوضح ميزان الاعتدال عاوز الأسرة تستقر بفضل الله تعالى يحصل يا جماعة ميزان العدل الاعتدال هو ايه؟ كل واشرب والبس وتصدق بس من غير إصراف ولا ايه؟ ولا مخيلة يبقى أنت الهدف عندك بفضل الله تعالى وإيه؟ يبقى فيه توازن في الإنفاق بصدر الحبيب فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر فعندما تسأل ما هي وظيفتك؟ هتقول ايه؟ شو بالوظيفة الحقيقية وظيفتك في الدنيا ها؟ أن تعلم ولدك كيف ينجو من النار أعوذ بالله ونرجع النار بس خلاص صعبة؟ هي صعبة وسهلة يبقى أنت وظيفتك ايه؟ يا آب عبد الرحمن وعم حسن وعم فؤاد وظيفتك ايه؟ لا وظيفتك ايه؟ مش اعلم تعلموا ايه؟ كيف ينجو من اين؟ بس دي وظيفتك لو انت وصلت بالأمر ده خلاص نجحت عندما يكون لك ولد يسجد ويركع ويزجد ويكبر ويصلي على الحبيب السلام ويستغفر ويتوب ويصوم ويقوم الليل ويصوم النهار ويعتمر ويحج تزجد لله شكرا أنك نجحت في التربية مش بالتخن ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالمؤهد لا بالتقوى متوحيد الله مش كده ولا ايه؟ ومن رفس النعمة ضيع نفسه ربنا يقول في الآية ايه؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ ها؟ لازيدنكم وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ اهو إِذْ تَأَذَّنْ يَقُولُ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ قالوا أن الشكر قول الحمد لله تشكر الله على النعم كلها والفعل أن تستخدم نعمة الله في مرضات الله وإن لم تفعل ذلك وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ كَفَرْتُمْ كَفْرَ عَقِيدَةْ كُفْرِ عَمَلْ أو كفر إيمان أو عقيدة كفر إيمان أو كفر عمل واحد وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ كَفَرْتُمْ استخدمت النعمة القوة والصحة والمال والسمعة والسلطان والجاه والإمارة كلها فين؟ في معصية الله في ظلم العباد فالعذاب في الدنيا لا بركة في عمل لا بركة في صلاة لا بركة في أي عمل لأن أساس ما بنية عربات الفوائه باطل وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ لَا إِيَّ جَمَاعَةَ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ يبقى في الدنيا بهدلة وعلى مبركة وفي الأخرة عذاب شديد يعني دخول النار والعزو بالله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار لذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال في هديه بيقول وينصح سيدنا معاذ بن جبل جزاك الله خير صلى الله الحبيب شوف نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل واحد بينصح واحد النبي بينصح سيدنا معاذ ومسافر اليمن ناضى لما يجي واحد يقول لك انت مسافر النصيحة ايه؟ بقى لك طبعا لو كان شر هتلاقى نصح كلها ما يعني بقى لربنا اما لو كانت خير هاي بقى خير لك ولي فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إياك والتنعم اهو إياك وإيه؟ إياك والتنعم إنا عباد الله ليسوا بالمتنعمين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وإيه بقى؟ والتنعم والتنعم اللي هو إيه بقى؟ اللي هو المغالات في التنعم اللي هو الطرف يعني وطلب ملاذ الدنيا كل ما يشتهي حاجة عاوزها لبس، أكل، شرب، قصر، فيلة، شق تلاقي سبحان الله، شقة في الحتة دي، شقة في الصيف، وشقة في الشتاء، وشقة في الربيع، وهينا مش عارف فين، وهينا روح، سبحان الله، سبحان الله، وتخش عنده في الدولاب تلاقي إدراج، ما بلحقش يلبس الجلباب، أو العباية، أو القميص، أو البنطال، أو الحزاء، يعني ممكن يلبس الحزاء مرة واحدة في السنة، نوع من أنواع الأحزين، أمنوع من أنواع الملابس، سواء الأعلى أو الأسفل، وبيعد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، يا معاز، إياك والتنعم، أهو، ليه بقى؟ إن عباد الله ليسوا بالإيه؟ بالمتنعمين، والحديث مصند أحمد بسنة دي عن معازي بن الجبل، رضي الله عنه عن صحابة النبي، والحديث صحيح، إياك وإيه بقى؟ حذره من التنعم، لو أنتم فاكرين في أول درس قلنا إيه؟ لازم يكون فيه شدة ولين، الشدة في مكانها، واللي في مكانها، لو حصل خلل، تلاقي يحصل إيه؟ ضياع وهلاك للأسرة بالكامل، وكما قلنا من قبل أن الله تبارك وتعالى حذر من الترف، اللي هو عن إيه؟ التنعم، في عندك مغالاة في الطعام، مغالاة في الشراب، مغالاة في الملابس، مغالاة في كل ملازات الدنيا، وخد بالك، ليس كل ما يطلب لولدك يجاب أو يطاع، مركز معي؟ عام مفاد؟ ليس كل ما يطلب لولدك يجاب أو يطاع، وإنما للمطالب حدود، لازم يكون فيه سقف، تعلم الولد؟ هنا فيه سقف المطالب، خد بالك، سقف المطالب، تاني، ليس كل ما يطلبه يجاب أو يطاع للولد، وإنما للمطالب حدود، طيب للمطالب حدود يحصل يا عم حسن؟ هاتخد، 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 فإن تعطل العطاء لإحداث الطرف أو مغلاء في التنعم، أو تعطل العطاء للرفاهية، يحصل إيه؟ سرقة، يسرق منك، أو يختلص من مصنعك، أو يعمل نصب واحتيار، ولو ما قدرش، في مقاومة، إما أن يسفك الدماء، أو ينتحر يبني حرفة مش حرفة، مين السبب فيه يا عم حسن؟ يا عم مفاق، مين السبب فيه؟ يا عبد الرحمن مين السبب؟ أنت، رحم الله رجلاً أعانى ولده على برنه، شوف الكلام الجميل؟ الله بفهم القضية من أول الزاعد بقول له واحد، لو سمحت ادعي لي أن ابني يصلي، عنده كم سنة عام شيخ في كيشتوه، قوله بتدقي؟ قال له لا عنده تسعة عشرين سنة، جاي إمتى بقى إن شاء الله؟ تسعة وعشرين سنة، زي واحد راحل يمام حد بن حنبل، أو أحد من الأئمة الله أعلم، قال له يا إمام، لقد رزقت بمولود منذ أسبوع، يعني عمره ديام حسن؟ سبعة أيام، ولما أتيت؟ قال أتيت لكي أتعلم كيف أربي ولدي، قال والله العظيم أنت تأخرت، وإحنا بريد أن ربي أولادها إمتى؟ بقى نمي يكبر، بعد ما شاب؟ صدر حبيب مشكلة يا جماعة، التربية مشكلة، الواحد لما أخدش باله هيضيع، أنت مش بتأكل وتشرب بس، أنت بتربي، ابنك عاوز استنى شوية، ابنك عاوز استنى شوية، ابنك، الضرورة اللي تمشي، لابد أن تعلم الولد أن يتعلق بإيه؟ بطاعة الله، لو أنت وصلت يا جماعة للأمر ده، خلاص، وقالوا أن الطرف في الأسرة قنبلة موقوتة، ركز عم حسن، الطرف بقى إيه؟ يبقى الطرف معنية يا جماعة إن إيه؟ مغالفين في التنعم، مش زيادة الخير خلين لا ما ينفعش الطرف في البنازل في الأسرة قنبلة موقوتة فإذا انفجرت، وهتنفجر إمتى بقى؟ يعني ها تخد، ها تخد، ها تخد، ها تخد، عودته، ما فيه السقف، سقف المطالب، فإيه اللي حصل؟ هات مفيش، هات مفيش، أول حاجة يعملها فيك هيغلط فيك خمكوننا بيسرقك أو ينصب عليك هينفجر وبعد الانفجار هيتأثر بسجلزال ده مين بقى؟ الكبير قبل الصغير والغني قبل الفقير والبلد قبل القرية وسبب مين؟ انت وانا ليه؟ لم ننتبه في تربية الأولاد فاكرين الأكل وشرب ونفس صيف وشتة ورص رص 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 في الدولية بودي وقالوا أن التناعم بالمال فقط لا بالمال والبدن بالبدن بالمال أنفق ما تشاء صح غلط عمل تنفق فالولد اتخذ على ايه؟ العطاء ولم يتعود على الايه؟ اخذ تعود على الأخذ ولم يتعود على العطاء فلما تمنع يبدأ الغلط وتبدأ المشكلة ويذهب الولد بعيدا إلى أبعد مما تتخيل فيحدث العقوق وانفرط منك من البيت صلى الحبيب وبعد ذلك من الخاسر؟ أنا وانت لازم تربي ابنك ازاي انت بتجيب الجنيه؟ او بتجيب عملة اللي انت تتقاضاها في عملك ايان كان هي العملة لو ابنك مشعرش بقيمة الجنيه او العملة اللي انت بتقتضيها او بتاخذها من العمل خلاص انتهت الصبح الولد عاوز بكرة يبقى الطعام والشراب والآل ملبس والمأكل وكل حاجة وهديك امثلة في الايه؟ في الطرف ركز عامل حاجم هاي نعم صلى الحبيب هنجد امثلة جماعة للترف اللي هو التناعم المغالات في التناعم صلى الحبيب انت ابنك طلب منك موبايل تجيب له موبايل جيبت له موبايل ضرورة ضرورة دلوقتي بقت ضرورة لكن بعد شهر يا بابا او يا ابي لو سمحت في مضل نزل جديد نعاوز الاحدث بالكاميرا او باللاش او باللمس او بالطفش او باي ايه؟ باي وسيلة ومساعدتك تجيب التلفون باللطش من مية جنيه بقت تجيبه كامعة ما حسن بثلاثة الاف جنيه هل يستشعل الولد بقيمة هذه الهدية؟ صعب فلماذا نتسابق في الطرف ولا ندري؟ تبشر التلفون النهاردة عم مفقاد؟ بعد سبوع تلاقي تلفون مع زميل ليك او صديق ليك او جارك او اخوك عاوز تجيب زيه او ايه؟ احسن منه طرف شي دا ولا ايه؟ دي كارسة الطرف ايضا عدم تعود الاولاد على المشقة والله وعلى تحمل مسؤولية هديك مثال تلت امثلة تلت قصص سمعنا بانفسنا واحد تزوج والله عز وجل رزقاه باولاد كلهم ذكور كام واحد بعمل الشيخ؟ ثلاثة ترى راعوا الاولاد وكبروا الاب شديد عنده حرفة عنده مصنع خشب بيقطع وبيعمل محتاج صناعية فلعال كبرت فبدأ ينزلهم فين؟ ايه معاه؟ الام صرخت ازاي؟ هتبهدلهم؟ هتتعبهم؟ هتمش عارف ايه؟ 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 تأثر الرجل فبعدهم عن ايه؟ عن المصنع كبروا الاولاد لم يفلحوا في الدراسة فتوفي الوالد فدخذوا المصنع فأفسدوه وباعوا ما فيه قصة دي نعرفها في مكان ما لا داع الذكر اسمه وفي الاخر عمل مشروع عن مفاد مشروع موبايلات قالوا بنص جنيه ثم فشلوا والان فيه فشل زريح من السبب؟ الام خيف عليهم ضعف الخشونة كما قلنا في اول الدرس ضعف الخشونة ويتانعم الشيخ والجلد واللين في غير موضعه ضيع العيال السبب ايه؟ انا وانت فالام طبعا ضيعت مين يا استاذ؟ ضيعت المين؟ الولد التلاتة لا تعلموا حرفة ولا تعلموا في مدارس ولا حافظوا على المال ولا حافظوا على المال عشان كده قلنا لابد ان يكون فيه شدة في وضعها الصحيح يخرج جيل ايه يا جماعة؟ فاكرة من حاج زمان ما كان ابوك وابويا ياخدنا يودينا فين؟ الشغل معاه ويقعدنا خلينا نبص ليه؟ شوف العرق العرق والتعب نوع ثاني تيجي الاجازة اجازة الصيف ام يحصل ايه؟ يقول يا ولد روح فين مصنع الفولي او مصنع الملابس او عند المنجد او عند النجار كان زمانا جماعة كان ربنا يكرم الناس زمان كان يقول من تعلم علما فلابد ان يتعلم حرفة معها عشان يتعود من ايه؟ ما ياخدش ها تخد ولكن يتعود على ايه؟ ايام اللمضة الجاز والسيبرتاية خرج تجار وزراع واطباء وعمال يتحملون المسؤولية كل الحرف خرجت في الخمسينات والستينات والسبعينات وأواخر السبعينات كلهم عندهم ايه؟ جلد وتحمل المشقة السبب مين؟ وابنك لو رجع وراح عند الصناعي في مصنع ولا في ورشة وحصل ان الصناعي زعله ايه؟ ما خير ده بيرجع؟ ومنت تاخده ترجعه من ايده وتلود راعه الاخد يتعلم الصناعه بيحصل الوقت؟ فضاعت الامور اه الله يفتح عليك عم حسن سيدنا عبر رحمان بن عوف القصة بقوله عم حسن واحد عرض عليه الاموال قال دلاني على السوق الدين بس فين السوق فين؟ وملكش دعوة وتوفي وسيدنا عمر بن عوف ده فين؟ عبر رحمان بن عوف ده منين؟ من اهل مكة؟ ما عرفش حد في المدينة فلما اخى بين المهاجين والانصار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له بس سبون ودوني السوق والصرفان يقولك عند وفاته لا وعند في بيته على ما يتساوى في عصرنا ملايين العملات طب لا كانوا خدع التسول تلاقي التسول في بلاد العرب والمسلمين اكثر من التسول في اوروبا ليه يا جماعة؟ ان العدو مطلبه الاساس ايه؟ لا نزرع لا نصنع لا نبني لا نخترع ولكن نأكل ونشرب وإيه؟ وننام الله 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 ما صلى الحبيب ايه؟ ولو نمت الله يفتح عليك هوريك الترف اللي بيحصل وإحنا لا ندري المبالغ التي تصرف في ديليفري كامي عن مفقاد ديليفري بيحصل مليارات الجنيهات تخرج من البيوت للامعاء ديليفري عمل لك تكوي يعني بسرعة عشان ما عطلقش وعاوزك سب هو وعمل لك ديليفري وانت قاعد على الفراش او على المندضة او على الكرسي او على اي مكان في بيتك تطلب التليفون تتسعى او ستدفعه طرف طرف اموال بتصرف في اماكن اعوز بالله مغضى بالله هم العدوة عاوزنا كده نبقى ايه؟ ناكل ونشرب ونان في البيت فالطرف نوعان انفاق مال او راحة البدن المبالغة في التناعم للبدن يعني ازاي؟ يعني سعدتك بنتك المثال تنهو بنتك بتذاكر او اقول لها هتذاكر او الام تذاكر او الاب يقول اخسر الموعين لا ازاي عندها امتحان امساح الشق لا ما عندها امتحان السنوية عامة عدت لا ده فوله جمعة ده فتن يا جمعة ده فتنت جمعة ده فرابعة جمعة اتخطبت تزوجت وبعد اسبوع عادت اليك ايه سبب؟ الطرف صح لا لا عارفة تعمل لمين؟ ولا شمان والله يا اخي في قصة عجيبة واحد ايام العارف البجور عام مفاد البجور عام 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 راحمن البجور مفروغ يتعمر من اين؟ من فوق لا الزوجة دي مؤاهل عالي فما فيش متجاز فجاء تعمر البجور عام ريته من الكباس يعني ايه ضايعا الضوافر قد كده الجسم زاد هو زي واحد يقولك ايه يا عام الشيخ انا تعبت في حياتي ايام ما كان والدي عايش والدتي كنا اللي يلحق لقمة يقولها فانا مش عاوز ولادي يتعذبه الله سبحان الله دا اللي عمل معك كده هو الذي يجعلك رجلا تتحمل مسؤولية تزوجت وانجبت ودلوقتي معاك ما شاء الله ولادي تتحفظ عليهم لك لا انا مش عاوز اعود ولادي واتعبهم زي ما تعبت ومعودهم على الطرف الاكل بالزوفة في البيت في التلاجات في الديفريز وخلي مالك الديفريز دا مش رفاهية دا طعام فاسد ايام النبي صلى يقول النبي بنفسي انا ابن امرأة تأكل القديد اللي هو اللحم اللي ايه بقى الجاف لو انتو فاكرين في الخمسينات او الجدود اللي الناس اللي تعرفها كبيرة السن اللحمة كبتتجمد وتتلف في مية وماشى مية وتبقى ايه؟ وتقطع من نظام التعب دا فكان فيه تلاجات وقادي فريز اه اما دي بفريز دا جماعة دا بيؤثر على الحياة البكتيريا بتترعرع فنوضى الديفري تلاقي الولاد مسكين موبايلات حديثة ضع منه التليفون فداك ضع منه القلم فداك ضع منه حلق الكمبيوتر فداك اين الثواب واين العقاب قصة تانية واحدة عرفه منطقة في المعادي عفر ليه قلت المعادي مش مشكلة في المعادي شاب كان ترعرع في مال ابيه قاعد يأكل ويشرب زي ما شاء قلت الله بالله اكل ما تتخيلوا ابو توفر رحمة الله تعالى ترك الفلوس لكن ما ايه؟ ما فكروش مسئولية ولا علمه مسئولية ااااااااااا من سبب انت وان الام لا البرد لا ما يشتغلش ازاي الاب اللي بيفهم يعني ايه تربية تيجي الاجازة اطلع ما هو الطرف في البدن طرف البدن ان هو ايه تلاقي الود نايم من الصبح صهران ليل ونايم لحد العصر وفي رمضان بعد الفجر وقين صلى الفجر في جماعة وقين صلى يصحى الازان يا استاذ الله اكبر يفطر وينزل يصهر لا صلى انت السبب ويعالم ولا صوم ممكن طرف البدن فالنهاردة البنت التي لم تتعود على نلافة البيت وعلى عناية البيت وعلى اعداد البيت وعلى تنظيف البيت وعلى ترتيب البيت تطلع ايه فشلة يا بيحدث بين الزوج وزوجة الاهل بين الشاو بعضين طالب اطلق ليه مش عادة تستحمل تعالى النهاردة لو الانبوبة فدت احنا في عصر العصر الانبيب دلوقتي وصلت اكتر من 30 و40 جنيه ولو خدتها وخلصت ومش لقيها هتعمل ايه ديليفر ايه خلاص لكن البنت اللي تخرج من بيت ابيها خلاص تبقى متازة تعرف تطبخ وتأكل وتشرب وتأكل وتشرب وترتب وتنظم فيعود النفع على مين يا جماعة على الاسرة وعلى المجتمع وعلى الدولة ومن بعد كده يجي لها اولاد تعرف تجدات ربيهم تربية مصبوطة مش كده ولا ايه ما صالح حبيب واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لو عايزين نصلت نصلت نقلل كيان القرية هنصلت على القرية مين المترفون اللهم المنعمون اللهم الجا والسلطان والمال والكلام خلاص خدوا على الراح طرع راح يقول لك اتركن على جنب يعني خلاص الوقت نهاردة خد هات خد هات خد هات خد هات دلوقتي التلفاز بالرموت والديش بالرموت كان زيما نقوم نقفل ونفتح ونتعلق ونروح ونيجي تكنولوجيا وتلاقي والله والله تطلع السطح تلاقي الاريال كل ده جهد كل ده عرق لكن الوقتي تك 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 خلصت واللب والفول والسوداني والاكل تلاقي الوزن بقى خمسة خمستاشر عشرين تلاتين اربعين زد بقى كم ما شاء الله ما شاء الله وصل مئة وتلاتين مئة ربعين كيلو عصر النت اسأل صاحب السيارة بتمشي يقول لك مش فاضي انتشر بسبب الطرف اللي هو المغالات في التناعم الجلطة والفشل الكولوي وفيروسي والسرطانات والامراض الخبيثة مشقة المشقة تحمل المشقة قتل اجازة حرك ابنك اشتغل عبود على المسؤولية حتى لو انت مش محتاج وملا يتنعم التنعم جائز ثم تسألنا يومئذ ايه صحة والمال والجاة والسلطان والامارة ودتها فين في ظلم النفس والعباد ام شكرت الله تبارك وتعالى ان تستخدم هذه النعمة فين يا جماعة في مرضات الله وتحيد الله نبقى في الحديث يا جماعة حديث جميل جدا الا تستمعون الا تستمعون والتكرار هنا ايه نداء تاخد بلق منه وبيحذرك وعشان تنتبه ان البذاذة من الايمان ان البذاذة من الايمان واذا الحديث صنع ابي داود بسنة دي عن ايه ابي هريلة رضي الله عنه عن صحابة نبي والحديث صحيح اخدوا بالكو ان البذاذة ايه بقى التواضع عدم التفاخر عدم الكبر ان الطرف جماعة يؤدي لطغيان وقبول ما يعطيك الله ان تقبل ما يعطيك الله ان البذاذة من الايمان ايمان العمل المؤمن الراضي لا تفاخر لا تكبر الصلف والتية كل دا من الكبائر وعدم المغالاة في التنعم وهو دا ان البذاذة من الايمان عاوز تعرف ايمانك شكله ازاي ايماني شكله ازاي ايمان العمل شوف النهاردة لما صحبك او صديقك او جارك او اخوك يجيب عربية يصع عندك حقد وغل الى مرحمة ربي وممكن واحد فينا يتمنى زوال النعمة او ممكن واحد يستلف عشان يجيب احسن من معين وعليه جيون اصبح وفي ذلك فليتنافس لي يا جماعة اصبح التنافس والله اعلم فين في متاع الدنيا قول متاع الدنيا قليل فلو احنا عاوزين نهل القرية هنصلط عليها مين يا مفاد المطرفون يلا شدي حل طبعا قاعدين محافظين على الكراسي والكلام بنت اهو زي ما شوفنا المطرفون الحكم الفاسد المخلوع سبحان الله يا اخي عمرك سمعتا واحد امير من دول عربية اشترى قصر طائر عارب كم مليون دولار يا عم يفاد مش عارب بقى اتنين مليون دولار ولا خمسمائة مليون دولار ولا مينة اتنين وستين مليون دولار الله اعلم بملايين الدولارات عشان ما نقدرش نعرف المرقم كام ملايين دولارات طيب ولو في اه صعقة وبرد وراعد والطيارة سقطت يبقى كام مليون دولار في الطين او كام مليون دولار في الطين او تخيل تخيل ساق قصر طائر احنا شوفناه مرعب فتنة فعنا فتنة فتنة كام مليون دولار الله اعلم طب سقط في حدثة خلاص انتهى طب كام من يارجن دول يأكلوا مين ويشربوا مين ويزوجوا مين ويشغلوا مين ويسطروا مين اه والعمال سلم يا رب سلم انظر الى ابنك لما يقولك عاوس لعبة عاوس لعبة تجيب له ايه هتجيب له اللعبة السين هري المكام خمسين قرش هيعيط لك ويضرب ويشلت ويعمل ايه الحق انا مزاي انا فلان وفلانا ده ابن عمي ابن عمي عنده كذا كذا اطلوح الراحة لواحد صاحبك انا عاوز مية جنيه عشان مزنوق فيهم ليه هتجذب طبعا هتقول له ايه اه والله عشان مزنوق فيهم عشان بس ايه الدنيا عندي وقفة وانت اصلا كاذب اطلوح تجيب ايه ليه يا عم فقد تجيب له اللعبة بكم بمية جنيه لابنه تجيبها واتدخلها تنام وتصحى فين اللعبة وقعت الحمام خلصت مية جنيه راحت فينا استاذ مع الريح استهلا بنت انا بيجيب لك كلامنا من الواقع بيجيبولك من الواقع ولا داع ذكر اسماء ولا الاماكن قصة تاني برضو في طرف امرأة بتكد مع زوجي عمالة ايديها بايده ما شاء الله عليهم وعندهم بنات ذكور واناس ام الولد شايف نفسه شوي وكبير فابو فرحام بي القصة الاولانية سبب ضياع الولد مين الام القصة التانية سبب ضياع الولد الاب بسبب الايه الطرف المغالات وفي التناعم زيادة هاتخد هاتخد الام تقول له لو سمحت ابنك هيضيع يا ستي بكرة الدين يتعلمه بكرة الدين يتعلمه بكرة الدين يتعلمه بكرة الدين يتعلمه ام توف يا رجل ام دخل الولد المحل ضيع المحل على اللي فيه مفول تحت واغلق المحل ولا تعلم حرفة ولا تعلم تعليم ولا تعلم يبيع ولكن كان سببا في دمار ايه صرت ابو بالكامل سبب ميه بقى استاذ تعرف مرة قصة جميلة حصلت كان الامريكان الجيش الامريكي اللي هو مرتزق خلي بالك كلمة العسكر يعني مرتزقة ولا يليق ان نقول على قوات المسلحة العسكر المرتزقة اللي ليهم اجر فيهم عقد بتعمل سنة بين الاثنين بمبلغ كذا ولو توفي او قتل تدفع لأسلتها ولو زوجته بمبلغ كذا لكن احنا عندنا العسكر كلمة خطأ لكن الجيش اوقات مسلحة فعملوا بصوريك بس لأولك الامريكان هم هم يعني فعملوا حاجة اسمها عن مفادئة اكيد عارف الكلامنا لو في الجيش عملوا ايه عملوا اا مشروع في الجيش هاتوا خدوا ضرب نار وبري وبحري ومشاوة كلام من فطلعوا طلعة مع مين مع حبيبنا الرجال بتوع الصعقة اللي بيأكلوا التعبين ويأكلوا اللحمة النية والفراخ النية وكل اللي انت عاوزوا اقوله حتى الدوم اللي تمشي على الارض يأكلوهم فخرج الامريكان معاهم عن مفاد دي قصة حصل مشروع قريب كان قبل الثورة بيقولك اصيبوا بحالة نفسية سيئة وتركوا الميدان ميدان المشروع واطلقوا على قوات الصعقة البصرية انهم ليسوا ببشر لكن احنا واخدين على ايه شايف دي شهادة ولا مش شهادة فالمراجل المسلم وقادوا سلاح عنده عقيدة اما النصر او اما بيفوز با احدا حسنين النصر او الشهادة ولو جرح مكلوم اجر اجر بالعمل شوف فقا اتهموا باتهام بيقولك و والغي مشروع بعض القوات الامريكية مع القوات الخاصة من الصعق يبقى رجالة مش رجالة ما هو ده عدم الطرف تنعم تلاقي معاه اما الساعة وما يستخن ومعاه 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 كل ما يخطر على بالك من الرفاهية لكن عند الميدان لا يتقدم ما عندهش خبرة حياته غالية جدا ما عندهش عقيدة لكن انت عندك عقيدتك ايه وعقيدتي ايه ايه احدى الحسنين النصر او الشهادة ولو مجروح كما قلنا لك الاجر ما صلى الحبيب فاصبح قصة الاولى الاب الام سبب فشل الايه الاولاد او الاولاد التلاتة والقصة التانية الاب هو السبب فشل الاولاد بسبب الايه التنعم المبالغة في التنعم شكده لي يا جماعة شوف سيدنا عورو خطاب اه الشيخ محمود ارسل رسالة لسيدنا قتادة وسيدنا قتادة فين بقى عم حسن كان في ابا زرجان اللي هي جنب العراق في شرق اسيا كده جنوب اسيا فكتب لهم اياكم والتنعم يعني ازيادة فين اه ايوا الترفيه اياكم والتنعم وزي الاعاجم اللي هو لباس الاعاجم اللي هو بيرفرف والحرير والدهب وبيطير وبيزحف الارض وكلام من اياكم والتنعم وزي من الاعاجم شوف الكلام الجميل بقى فعليكم بالتحمل والقوة يبقى اياكم والتنعم وزي الاعاجم واخشوشنوا وعدودونوا وايه كمان واقطعوا الركب وبرزوا وارموا الاغراض قوة قوة ما فيش تنعم ما فيش رفاهية ده بالحل ايه اخشوشنوا كونوا كالصحابة الشجاع وايه كمان تاني واخشوشنوا تتحملوا المشقة واقطعوا الركب اركبوا واضربوا وارموا وتحركوا وامشوا كل ده ايه عشان ايه يخرجوا منك الايه الرفاهية ام تبدأ تعمل ايه بقى يا استاذ تبدأ تتجهز وتعد العدة لملاقات مين بقى جماعة لملاقات العدو خلاص وصدر الحبيب وخلي بالك النفس صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديث جميل او حديث صحيح ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتولككم كما اهلكتهم او كما قال النبي صلى الله مش كده ولا ايه شفت الحديث عامل ازاي ما الفقر اخشى عليكم ولكن النبي خاف علي ايه ان تبسط الدنيا الرفاهية تنعم طلب ملازل الدنيا يا جماعة لازم يكون عندي دراية ازاي اتعامل ازاي اتعامل مع فتنة الدنيا وزيناتها لو انا عرفت اتعامل معها خلاص عاوز تخطيط عاوز تنظيم عاوز ايه عاوز الخير لذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الامر مش كده ولا ايه وخلي بالك مظاهر الترف تتحدد فين في المأكل مثل كما قلنا والملبس فين تاني في المسكن وفي الاجهزة في كل ما يخطر على بالك من المعدات والادوات والاجهزة للبحث عن الطرف او للبحث عن حب الدنيا يقولك اللهم ادخل في قلوبنا حب لقائك نسئل واحد قال ما معنى الزهد في الدنيا قال الزهد في الدنيا اللا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره يعني بمعنى طلب الآخرة شفت الجمال مش كده ولا ايه فالنهاردة جماعة لو عودت ابنك على الطرف ضعت ضيعت وضعت معاه مش كده وبس هتسيبه ويشتغل ويبقى الاسر كلها مفككة والسبب انا وانت فإلا من التفت الى قول المولى تبارك تعالى الى القرآن او الى السنة الصحيحة كيف نتعامل مع الاولاد خلاص الموضوع منتهي مش كده ولا ايه وبعدين النهاردة لو فهمت ابنك جماعة كيفية الرزق وكيف رزق الانسان خلاص نبي كان يقرأ الهاكم التكاثر حتى زلتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لتعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ايه ثم ايه ثم لتسألن فاخرى الاية عن النعيم فقال يقول الانسان مالي مالي فقال هل لك من مالك الا ما اكلت فايه فأمنيت او لبست فأبليت الله يكلمك الله يفتح عليك عم حاس او لبست فأبليت صلى الله عليه حبيب فقال يقول الانسان مالي مالي فقال هل لك من مالك الا ما اكلت فأفنيت تاكل 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 ويخرج ايه في الاخرى يا ام محمد اي حاجة من مخارك بول برأس دم ايان كان وما لبست فأبليت يا الله اشتريت رميت او وزعت وما تصدقت فأمضيت يعني الباقي اللي هو ايه اللي يفضل لك اللي هو ايه صدق صدقة جارية او علم ينتفع به او ورد صالح مش كده ولا هي اهو ده جميع مطلوبة جميع اللهم اصلح لي دنيايا التي هي معاشي واصلح لي اخرتي التي هي ايه معادي يبقى انت هدفك ايه اصلاح الشأن في الدنيا تخرج من الدنيا الحسن الخطيمة واللهم اصلح لي اخرتي فانها ايه يا هي ده المطلوبة في الاخر طلبوا الاخر فجماعة خلاص الكلام الطرف خد بالك ابنك لما يطلب مش كل حاجة ولا تنظر الى الاخرين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض مش كده ولا ايه لا تنظر الى جهازك ولا لأي جهازي ولا تنظر الى بيت ولا انظر الى بيتك ولا انظر الى سيارتك ولا انظر الى سيارتي ولا ولا كل ده كله خليك في نفسك البحث عن العيوب لتصحيحها وذكر الذنوب للتوبة وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى هو ده شغلك زي ما سوى سيدنا حسن بصري سأل واحد بقول له كيف حالك انت طبيعي تقول له ايه الحمد لله شوف قال له ايه بقى قال اصبح وامسي بين نعمتي وذنب فاحيثوا للذنب استغفارا وللنعمة شكرا قال الزم على هذا الامر فانت احسن من الحسن البصري شوف يعترف لي قال له انت عامل لي اخبارك قال له والله هنا كل اليوم بنام اصبح وامسي للمنهار بين نعمتي قال ايه بقى فلما تيجي النعمة اشكرها ولم يحصل ذنب بين نعمتي وذنب ولم يجي ذنب استغفر دي شغلتي استغفر وقته فانت خلاص الكلام لو وصلت لابنك ان انت ان انت تعرفه ازاي ينجو من النار يبا نجحت فاعلم اخ المسلم واختي المسلمة ان الترف سبب رئيس في دمار المجتمع فعلينا الحضر منه والهدف او كما قلنا الوظيفة تتمثل في هذه الاية يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون يبقى انت هدفك يا جماعة تكون سبب نفسك واهلك واصرتك منين من النار وعلينا ان نحذر المغالات في النعم او في التنعم هذا والله تعالى اعلى واعلم ان شاء الله جماعة باذن الله يعني ارجو ان احنا لو لو حبيت تسأل عن العياج هو الاختراب اللي طاعتنا وده العلاج الوحيد والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدينا فينا الهدي واصرف عنا شرنا قضي اللهم اواصلنا وصلنا اليك واجمع كلبنا عليك ورد انفسنا اليك ولا تشغلنا بسواك عنك الا اليك امين 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 وصل لهم على سيدنا محمد وعلى الهدي وصعب وصلوا التسليم الكثير والله تعالى والله تعالى اعلى عالمكم الخير والسلام عليكم ورحمكم والله وبركاته يا ويلة يا ويلة ما تنرى أبقى لعاتك فبأين وجعي في غد ألقاه إني بصرت يدي إليك تضوعا هواه من ما فاجرت اشتركوا في القناة